السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا اتكلمنا الفترة اللي فاتت على البروتكشن ريليز اللي موجود على ترانسفورمر قطعنا فيها شغط خدنا فكرة عامة على الالكتريكال ريليز والميكانيكا ريليز ان شاء الله الفترة اللي جاية نوع من انواع التغيير كسر الملل شوية هنوقف شوية الكلام على الريليز وهنكلم على الكنترول والانترلوك سيركيتس فكرة سريعة عنهم لان طبعا هنحتاج الكلام ده في بعض الريليز قدام فلقيت ان احنا ممكن نوقف شوية الشغل على او الكلام على الريليز وهنتكلم على الكنترول والانترلوك سيركيتس فكرة سريعة طبعا مش دام موضوع كلامنا انما هناخد فكرة سريعة وان شاء الله لو في نصيب بعد كده ممكن انه بنتكلم باستفادة انما هو الغرض الرئيسي دلوقتي ان احنا هنتكلم ناخد فكرة سريعة عنهم على اساس الكلام ده هيساعدنا في الكلام عن بعض البروتيكشن ريليز بعد كده طيب نخش بقى في موضوع الكنترول والانترلوك يعني فرضا قدامنا زي السيستم اللي قدامنا دلوقتي لو حاجة بالشكل ده سيستم مكون من توبا سبارس ناحية الهاي ده هنا الهاي مسلا فرض انهو 222 كيلو واللو 66 كيلو بولت فرضا انهو سيستم مكون من كده توباس بارس وكل باس متقسم لتو سيكشنز وجوز اللي في النص خاص بالباس كابلر يبقى جوز اهوت في بسموه سككين طولية او بسموه ممكن باس سيكشن ديسكنيكتور او باس ديسكنيكتور ما لذلك ايا كان المسمى انما اهو تقسم سكينتين طوليتين نفس الكلام للباس التاني نفس الكلام سكينتين وبينهم الباسكابلر الباسكابلر عبارة عن بريكر وتو ديسكنيكتورز في الجهتين نفس الكلام في ناحية اللو حاجة بالشكل دوت عندي المرسوم عندنا هنا تو ترانسفورمرز كل ترانسفورمرز عنده تو باس ديسكنيكتورز والبريكر نفس الكلام في ناحية اللو طيب حلو قوي الكلام ده ممكن يكون عندي لائنز سينجل اندجرام طبعا هون ماكوش لائنز بس الطبيعي هنه يبقى اكيد فيه لائنز موجودة اه الكلام ده طيب انا عايز اعمل او او اوبننج لأي بريكر او اي دسكنيكتور موجود عندي اقفله ازاي وافتحه ازاي وهل في قيود علي ان انا اتعامل مع breaker او disconnector هل كل حاجة تحتاج وضع معين او شروط معينة للتوصيل والفصل اه تمام لابد ان يكون في فروق الفروق دي ناتج عن ايه قالك ان انا عندي فيه breakers وفيه disconnectors وعندي فيه earth switch تلك قد يكونوا هما المكونات الرئيسية لأي single underground breaker disconnector earth switch ايه الفرق بينهم قالك الbreaker والdisconnector لما يجي الاول اتكلم بصورة سريعة على الفرق قالك الbreaker عنده المقدرة على اطفاق الشرارة وعملية الفصل والتوصيل فيه بالتم بسرعة جدا وتمن وغالي حلو عملية التوصيل والفصل ابطأ اطفاق الشرارة ما عندهوش المقدرة على اطفاق الشرارة والتمن اكيد اقل جميل يبقى انا محتاج طب انا ممكن احط بقى السيستيم كله breakers هيبقى على حساب الكوست الكوست عالي احطه كله disconnectors مش هاده لا اقفل ولا افتح دايرة دايما الbreaker هو ليقفل ويفتح الايه الدايرة الكهربية يبقى الbreaker اخر حاجة تتوصل اول حاجة تتفصل اخر حاجة تتوصل اول حاجة تتفصل يبقى فتح وقفل الدايرة عن طريق الbreaker لانه عنده المقدرة على اطفاق الشرار حل تمام ال disconnectors موجودة ليه بتساعدني بقى في عمليات الايه التشغيل المختلفة سواء عمليات التشغيل ان انا ممكن عندي two passes عايز عندي facility ان انا اوصل اللوت دوت او السورس الفلاني على باس معين او عايز انقلو الباس تاني الكلام ده يتم عن طريق ال disconnectors لو عايز اعمل maintenance لbreaker او عايز اعمل maintenance للترانسفورمر او لاي حاجة ال disconnectors دوت فصلها يأمن لي المهمة اللي انا عايز اعمل عليها صيان تمام ده الدور طبعا كلام سريع حل طيب يبدأ الفرق الرئيسي بين ال breaker وال disconnector ال breaker اطفاق شرارة وفصل وتوصيل بسرعة وال disconnectors اي عملية بقى التسهيل التشغيل وعمل تسهيل الصيانة طيب ال earth switch قال لك خلاص انا عملت الاول عملت فصل الاي مهمة وعايز اعمل عليها عملت صيانة يبقى محتاج ان انا المهمة دي تكون متقرضة على اساس ان تأمين للناس اللي هتشتغل الكلام ده يتم ازاي عن طريق ال earth switches المختلف تمام طبعا نتكلم كلام كله بداية للناس اللي هي ممكن تكون بعيدة عن ال interlock او اللي اول مرة تتكلم او تسمع عن ال interlock دوت ايه هو طيب نرجع تاني لموضوعنا معنى كده ان ال breaker او disconnector او earth switch اي حاجة ان انا محتاج اوصلها او افصلها لابد منتأكد من بعض الشروط او بعض الحاجات المهمات التانية متوصلة ولا مفصولة يعني على سبيل المثال لو انا جاي اوصل باس disconnector حاجة بالشكل ده عايز اوصل ال disconnector دوت اه وكان فيه ارضي متوصلة على نفس الباس الله يعني انا ممكن اوصل اجيب جهد على بارة عليها ارضي الكلام ده لابد انه يكون يتمنع غير مقبول ان انا اوصل اوصل جهد على بارة عليها ارضي تمام الكلام ده ما ينفعش والعكس على سبيل المثال برضو لو عندي ال disconnector ده متوصل جاي اوصل ارضي لابد ان يكون فيه interlock يمنع لتوصيل سكنة الارضي ديت طول ما فيه اي مهمة متوصلة على نفس البارة حلو طيب عايز اوصل breaker ال breaker هل ال disconnector متوصل ولا مفصول امكان ده ما تفرش شوية لان البعض ال breakers انا محتاج اوصلها في وضع التست لو انا جماعة بتوقع ال protection هما بيختبروا محتاج يعمل trip test ولا حاجة عايز يجرب الفصل فال disconnectors طبعا فيه design كتير جدا تختلف على حسب الشركة المصنعة او كده ممكن يبقى فيه design كتير يعني فيه design يقولك لا لو انا كده هوصل breaker من يعني من على جسم مسموح لي مش هبوصل اي حاجة تانية مش هبوصل اي disconnector تانية فيه ناس يقولك لا ده ال breaker دوت عشان توصله في وضع التست طبعا برضو ممكن لابد من نتأكد ان اي disconnector لابد انها تكون يا متوصلة تماما يا مفصولة تماما ده design تاني هل فيه برضو نفس الكلام لو انا عايز اتأكد العكس بقى لو ال breaker متوصل حد توصل ال breaker في الاول وجيت اوصل disconnector بعد كده هل يقبل توصيل مفترض لا لان ممكن disconnector دوت هو اللي يقبل الدارة الكهربية وبالتالي هو ما عندوش المخدر على اطفاء الشرارة ممكن يكون معرض للانهيار ويعملي مشكلة اكبر كل الكلام دوت اللي احنا كلمنا عليه ده ده بيسموه ال interlock circuits او دواير ال interlock اللي هي منع توصيل حاجة طالما شروطها لم تتحقق تمام وكل طبعا كل breaker كل disconnector كل earth switch موجود عندي في المحطة ليه دواير ال interlock خاصة به تمام زي ما اتفقنا انه ممكن يختلف يكون في بعض الاختلافات نتيجة ال designer ال designer اللي وجد نظر تانية في واحد يقولك انا هعمل امان زيادة واحد تاني يقولك لا ذهب على حساب التكلفة انا ممكن اقلل الكلام دوت بس طبعا تقليل ال safety دوا بيكون على حساب الاشخاص لابد ان الاشخاص يكونوا وعيين اوي ومركزين لان في بعض الشروط غير متحقق ايا كان في designer وليه وجد نظر وهو اللي بيحدد الكلام ده ازاي وطبعا شركات الكارابا لها الحق انها تقبل او ترفض الكلام دوت بناء على القيم اللي عندها او ال standard اللي هي ماشية عليه تمام ده المعنى بتاع الانترلوك تعال نشوف يعني ايه انترلوك طبعا عندي بقى طالما بنكلم الانترلوك يبقى عندي فيه breakers وفي disconnectors عملية closing عملية opening secret breakers disconnectors disconnectors دي قد تخول بس disconnector او line disconnector تمام في بعض الحاجات الخاصة بالترانسفورمرز disconnectors خاصة بالترانسفورمرز تمام ال earth switches المختلفة الكلام ده عشان اعمل دواير انترلوك مختلفة تمام طيب لو حبينا نبدأ بالcircuit breaker طبعا عشان نتكلم على دواير انترلوك بتاعته خلينا نشوف الدايرة الكهربية لأي breaker ده breaker اللي انا جايبه دوت هو breaker يعني بسيط شوية هو SF6 circuit breaker اي breaker يعني ده دوت فيه جزء فيه موتور كلا ناخد الرسمة من الاول كده فيه موتور فيه سبرينج هيشحن السبرينج عشان استغلها في عملية التوصيل تمام انا مش هركز او انا هكلم بسرعة على دارة الكنترول كفكرة سريعة ولكن المقصود بيها ان انا عايز اوصل للجزء الخاص باللي خصنا في دور الانترلوك خلاص ادي موتور فيه من السبرينج السبرينج ده لو الشحن التامام تفتح الكونتاكت تقطع تغذية عن الموتور في الطبيعي لو السبرينج غير مشحونة يبقى الكونتاكت بتاعتها قفلة وبالتالي لو حصل وصل تغذية بوسطيف على طرفي الموتور هيشحن الاسبرينج الى ان يتم الشحن تماما يفتح الكونتاكت المغزي للمطور يقطع التغذية عن المطور وبالتالي الاسبرينج تكون شحنة تماما جهزة لعملية التوصيل تمام عندي الرسمة اللي عندي هنا فيها عشان اعمل عملية التوصيل محتاج الان كويل اللي بسموه Y1 مرتبط بيه فيه هنا anti-bombing كويل K1 في off كويل Y2 انا مش هتكلم برضو دلوقتي النهاردة على بالتفصيل على anti-bombing سيركيت ولا الانتي سلام سيركيت ولا الكلام دوت ما يعنينيش فيه بعض الالارمز اللي موجودة خاصة بالSF6 تمام لو حصل low pressure للSF6 يدي الارم ازاي ولا بد طبعا الSF6 لو حصل يفتح دائرة التوصيل ويفسح دائرة الفصل ان كان فيه بعض ان هو لو حصل ممكن يعمل تريب ان كانت الحتة دي فيها خطورة شوية انما موجودة بعض لو حصل يعمل تريب للبريكر ما يعملش بلوك تمام الجزء بتاع البريكر دلوقتي زي ما اتفقنا مش هنتكلم فيه كتير انما هنوصل بالجزء اللي يعنينا في دواير الانترلوك اللي هو الاغزيلاري كونتاكت الاغزيلاري كونتاكت للبريكر عبارة عن مجموعة من الكونتاكت هنا مثلا مديني ده نورمالي اوبن ده نورمالي كلوز اوبن كلوز اي رسمة بتترسم بتترسم في وضع الوف للبريكر حاليا ده الوضع الوف بتاع البريكر عندي اربعة كونتاكت موجودين اتنين كلوز واتنين اوبن كلوز اوبن كلوز اوبن الكونتاكت لو البريكر اتوصل كلها هتغير وضعها الكونتاكت هيبقى اوبن والاوبن هيبقى كلوز تمام الاكزيلاري كونتاكت ديت انا اقدر استغل لها في دواير الانترلوك تمام يعني ايه انا عايز اعرف البريكر ده متوصل او مفصول عشان ادخله في داير التوصيل او فصل بتاعة مهمة اخرى بتاعة تانية او تانية او كلام من ده بتعتمد على البريكر ده يبقى الكلام ده يتعرف من خلال ايه من خلال الاكزيلاري الى المرسومة قدامي داية تمام لو انا محتاج يبقى انا محتاج واحد لو انا لو هي هتتوصل مع البريكر يبقى انا اخد نورمال لو انا محتاج ان هي تتوصل لو كان البريكر متوصل يبقى لازم اخد نورمال هيقفل مع توصيل البريكر يكمل سكة بحيس ان انا استغلها في عملية توصيل التاني او او تمام من هي دية اللي بتخش معايا في عملية الفصل والتوصيل للمهمات التانية دي كانت فكرة سريعة عن دوائر الكنترول للبريكر وكانت تركيز اكتر على وجود الاجزولاري كونتاكت اللي انا بستغلها في دوائر الانترلوك ونتقابل ان شاء الله المرة الجاي اشتركوا في القناة